تحالف ثلاثي يرسم ملامح الحكومة النمساوية بعيدا عن حزب الحرية سوري يحاول انتحار في السجن بعد قتل زوجته في فيينا فيينا تمنع تجمعا فلسطيني في الذكرى السنوية لهجوم السابع من اكتوبر فيضانات النمسا السفلة تتسبب في خسائر تقدر بـ 1.3 مليار يورو محاكمة السورية بتهمة تهريب البشر أدت لمقتل سبعة أشخاص في ألمانيا واعتقال رسام جرافتي أسبانية متهم بالتخريب في عدة محطات قطار مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم استقبل الرئيس النمساوي أليكساندر فاندلبين رئيسة حزب النيوز بيتامايني رايزنجا في إطار سلسلة من اللقاءات مع قادة الأحزاب بعد الانتخابات الوطنية وأكدت مايني رايزنجا على ضرورة تحامل جميع الأطراف مسؤولية مستقبل البلاد ورغبتها في التعاون لتحقيق الإصلاحات كما دعت إلى محادثات حكومية إصلاحية رغم عدم تحديد مواعيد لها والتقى رئيسه برئيس حزب الخضر في الناكوغلا وقد جمع لقاء كل من رئيس حزب الشعب كارنيهاما ورئيس الحزب الاشتراكي أندرياس بابلا في اجتماع تبادل الاستطلاع ولم يحدد فاندلبين بعد موعدة منحي تفويد تشكيل الحكومة بعد الجريمة التي أودت بحيط الطبيب النسائي السوري شادية حاول زوجها رفعة الانتحار أثناء حبسه المؤقت عن طريق الجرح حونقي وقد تم إسعافه إلى مستشفى آقها في فيينا ووفقا لمحاميته أستريد فاجنا استخدم الجاني أداة غير معروفة لهذا الغرض وهو في حالة صدمة أقب ارتكابه الجريمة حيث ما زال صامتا حتى اليوم وكان رفعة قد قتل زوجته يوم الجمعة الماضي باستخدام غصن شجرة أمام عدد من الشهود الذين سمعوا صوت الصراخ فيما لم يعرف أي سلوك عنيف سابق تسجاه زوجته حيث تعمل محاميته على جمع كافة الأدلة حول القضية منعت شرطة فيينا تنظيم تجمعين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم تنظيم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر حيث أوضحت الشرطة أن قرار المنع جاء نتيجة خاطر محتمل على الأمن والنظام العام في المقابل أقيمت فعالية أخرى لإحياء الذكرى في ساحة بالهاوس بلات حيث شارك أكثر من ألف شخص من داعم إسرائيل وتحدث فيها أقارب للمختطفين وعدد من السياسيين مع تكريم أكثر من ألف ومائتين ضحية والمطالبة بالإفراج عن مئة وواحد مختطفا تحت سيطرة حماس كما أضيء مبنى البرلمان النمساوي بألوان العلم الإسرائيلي فيما ندد أوسكار دويتش رئيس الجالية اليهودية في فيينا بهجمات حماس وأكد على تحرير الرهائن تسببت الفيضانات الأخيرة في النمسا السفلة في أضرار جسيمة حيث قدرت الخسائر بنحو 1.3 مليار يورو وفقا لتغديرات خبراء الاقتصاد وشملت الخسائر 700 مليون يورو للأسر الخاصة بينما تراوحت خسائر القطاع الإنتاجي بين 300 و 900 مليون يورو أما في القطاع الزراعي فتجاوزت الخسائر 14.7 مليون يورو مما أثر على حوالي 900 شركة ورغم فداحة الأضرار فإن الاستثمارات في حماية الفيضانات والتي تبلغ 60 مليون يورو سنويا ساهمت في تقليل الخسائر ودعا الخبراء إلى تعزيز نظم تأمين والتخطيط المستقبل في ظل التغير المناخية بدأت اليوم حاكمة شاب بن سوري كان مقيم في فين في محكمة تونشتاين الإقليمية في بافاريا واتهم بارتكاب سبع جرائم القتل من خلال تهريب البشر وقام المتهم في الثالث عشر من أكتوبر 2023 بنقل 22 لاجئا من سوريا وتركيا على متن شاحنة ورفقته سيارة BMW لحماية الشاحنة وعندما حاولت الشرطة الألمانية توقيفهم فر المتهم بسياراته بسرعة 180 كم لكل ساعة مما أدى إلى انقلاب الشاحنة ونتج عن الحادث وفات سبعة أشخاص بينهم طفل ويظهر سجله الجنائي أنه قام بتهريب اللاجئين سابقا وحصل على 12200 يورو وسيصدر الحكم في الخامس من نوفمبر وقد يكون السجن مدى الحياة اعتقلت الشرطة رساما جرافتي أسبانية بلغمنا العمر 20 عاما متلبسا في محطة طن الرئيسية بنمسا السفلة أثناء الرسم بينما لا تزال شركته هاربة وأعلنت الشرطة أن الشابة اعترف بتهم التخريب وخلال دورية التفتيش رصدت الشرطة الرجلة وامرأة أخرى وما يرشان طلاء على عربات قطار متوقفة وعندما لاحظ الشرطة حاول الاثنان الفرار إلى أن الرجل تم القبض عليه بسرعة واعترف بأنه كتب شعار تسيصة على العربات وهو متهم بتخريب في عدة مدن أوروبية بما في ذلك خمس حالات في النمسا مع إجمالي أضرار تجاوزت 23 ألف يورو كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثانا سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة